بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحباً يا حباي. أتمنى تكون دايماً بخير وسعادة يا رب. موضوع اليوم سيكون غاية في الأهمية. مكتبة جديدة سمارت تتحول من كورونا لذيريا بنفس لحظة إدخالها البرنامج الماكسي. تحتوي على جودة عالة جداً. ملفات 3D assets. بالإضافة للماتيريال اللي هي سمارت ماتيريال. برنامج جداً سهل بسيط. نروح على برودكت بنعمله داونلود للبرج. والداولود فري. ما بخذ ثواني داونلود تبعه. حنعمل على الجهاز. وأثناء عملية نزوله يعني ما بخذ وقت كثير. نعمل له عن طريق Setup. وحنشوف كيف نتعامل معه داخل البرنامج. البرنامج بيرفكت ما بده لبلغنز ولا بده صوفتوير ولا بده أبديت ولا كود. بس ننزله مباشرة. وهيوا داخل البرنامج مباشرة. جميل جداً. بحتوي على مكتبة شاسعة جداً. يجب نعمل اكاونت والاكاونت فور فري. أي حد ممكن نعمل اكاونت مجاني تحتوي على 3D assets. وبنفس الوقت بصراحة بدرجات مختلفة. ممكن نختار الوكال بحيث ان تسيف كل شغلنا على الوكال يكون محتفظ على الجهاز بكل فايلاتنا اللي بديها. واكسبورت بكل بساطة ممكن نعمل ممكن نعمل ممكن نعمل ونسيفه عنا على الجهاز. أول شي لازم نعرفه من ان يكون انه معمول للماكس. طبعاً في اكثر من برنامج ممكن نصدر عليه. بس احنا بهمنا داخل الماكس كمان في عنا الميجا سكان. لازم نتأكد انه مفعل. الان هنحاول ان ناخذ من البرج وندخلهم على البرنامج. لكن حاب اني قبل ما ادخل فيهم بس اقرأ بعض التفاصيل الخاصة فيهم. المنطق العالمين عنا هون هي عبارة عن معلومات هاي الرندر وهي المابس بشكل عام. وعننا 3D view او ممكن نشوف 3D preview للموديل او للأسات قبل ما ندخله على برنامج الماكس. وممكن نختار مش واحد او مش اثنين. وممكن نتكلم الان عن الودي لكل قطعة. قديش الخاص بالصور. وحتى انواع الماتيريال اللي هي سمارت ماتيريال. ولو كبرنا النابيجيشن وشفنا المنظر بشكل عام. نحولها للثري دي او نقرأ الثري دي موجودة عنا في المكتب. تفاصيل رائعة جدا هي مكونات المابس. البيدو اللي هو بدون اي تفاصيل. النورمال اللي هو خاص في وفي عنا الرفنس وفي عنا الواير. مكونات القطعة بالنسبة للستركتر بشكلها. الال اودي هي يعني كل مكان الال اودي للأسفل كل مكان يعني يعني هيفي موديل. يعني حيكون غزير بالتفاصيل. ال اودي خمسة حيكون قليل جدا بالتفاصيل. فهذا بحدد بصراحة مين بحدده بعده وقربه من الكاميرا عندك. في التصوير اثناء المشهد. اذا كان الاسيتس حيكون في الباقراند يفضل يكون ال اودي خمسة. اربعة ثلاثة حسب قربه وبعده عن الكاميرا. اذا كان قريب جدا لا اختاره ال اودي زيرو. فلازم نختار الانسب لجهازنا. في عنا اكسبورت من البلس اللي عندنا هون او من قامة اكسبورت بالاعلى. ممكن الان اوديه على الماكس. لكن قبل ما اوديه على الماكس حابنا اعرف شو نوع الرندر. الانجين اللي عندي بحيط انه اعرف كيف اتفاعل معه. اللي عندي الان كورونا. فيا ترى لما ادخله على الماكس هيكون مع كورونا يتناسب. الان كبسنا على الاكسبورت ودخلنا على برنامج الماكس. والان بعد ما دخلنا على برنامج الماكس لاحظ انه دخل في مكان زيرو زيرو زيرو. وممكن الان نرسل تحت منه عشان اللونه مرسل طريقة. الان ونعمل على البلين. نختار الماكس نعملها اكسبورت. ونعمل سيلكت على البلين. تبهوا. واحد اللي قديش يعني قديش الصور اللي حتتخل معي في الماكس نعمل له اكسبورت. حيروح مباشرة على البلين الاخضر اللي بالاسفل. ويعطيه نفس الماكس اللي اخترتها مباشرة. ولو رحنا الان نتأكد من التفاصيل. نروح نتأكد من الناب. ماتيريال. نعمل بيك. ونقرأ شو الماكس اللي عنا. حلاحظ انه كورونا. لانه الانجين اللي عندي كورونا. فمتح ناسب. يعني هو فعليا قرأ الانجين اللي عندي. وبنان على الانجين اللي عندي في الاكسبورت. مباشرة اعمل تغيير لنوع الرندر. الان عملت ريسيت. عشان اعمل تغيير للرندر. بدي يكون فيري. حاولت الى فيري. وحدخل نفس الاسيتس مرة تانية ونشوف الفرق. حختار اكسبورتها نفس القطعة السابقة. لكن هالمره الماكس مفاعل في الانجين فيري. حختار نفس الطريقة السابقة. حختار نفس الماتيريال. اكسبورت. والاسيتس الاولى اللي خدتها قبل قليل. نعملها كمان اكسبورت بنفس الطريقة. لاحظ انه برنامج دك جدا. بعرض بالضبط انت على اي شغل شغل فيري كورونا او حتى اي نوع ثاني. مو شرط فيري كورونا. اي نوع ثاني بالرندر انجين. بيحول مباشرة عليه. ولاحظ انه فيري. حنعمل الان سنتر سنتر للوبجيكت. حمل ازاحة للقطعة اللي هون صغيرة عشان نعمل شوية يعني. يعني مش بس اني ادخل الموديل بقدر عدل عليهم. حختار سنتر سنتر سنتر. اختار ممكن يكون بال اكس. احسن عشان تيجع على الشمال. والان هعطيها اكس فرام كيبورد. يعطيها سيمتري متفير. نعدل. نعمل انعكاس. اختار الاكس. ونلغي الزي. وحكم السرقة المواحد. او اروح على الميرور الخاصة بالسيمتري. واخذوه على او اعملو فلب اول. وناخذوه على اليمين شوي. ليتناسب مع حجم الاسيتس اللي تحت منه. الان نروح على الماتيريا ونشوف شنوه الماتيريا اللي اختار ليها. قبل قليل كان كورونا. الان فيري. فالموضوع رائع جدا. بس تحقق كوتشاركو. انا صدقا بكل امانة. معظم شغلي. مؤخرا صار على البرج سكان. ميجا سكان. يعني كثير ريح. يكفي انه فور فري. في اشياء كثير حلوة. بلوكات خرافية. تفاصيل عالية جدا. مش للماكس معمول بس. لكل البرامج اللي تتعامل مع هالثري دي بشكل عام. باكثر من رزيليوشن للصور. وهذا اشي ممتاز جدا. بحدد قديش للصور. ممكن تحدد ان يكون لماكس او اي برنامج اخر عندك. موضروي ماكس. ممكن تدخل على الماتيريال. وتشوف بالضبط شو اللي تعمله موضروي كل شي. خذلي ناس بجهازك. حاول تفهم جهازك وتريحه شوي. عشان يستمر معك بكفاءة عالية جدا. بالموضلز في عن ال اف بي اكس افضل ما بس ممكن او بي جي او اي بي سي. هاي كلها انواع اكسبورت للموضلز. والأل او دي حاول قبل ما تعمل. احدد بالضبط اللي ناس بك. عشان كمان ما يكون حجم المشهد عندك ضخم. التفاصيل كثير عالية هون. وبصراحة بتأدي لرفع مستوى مستوى القطعة. او مستوى المشهد بشكل عام بالتفاصيل. قائمة انا كثير حبيتها. بحيث ان احط كل اللي انا عملتهم بمكان معين. بحيث انه لما اختاره عال بالضبط وانا اروح ما اطول وانا ادور عليه. اتمنى تستخدموها فيها فائدة جميعا للجميع ان شاء الله. وحتى دعوة دعوة خير. عن جد انا استفت منها. ننتقل الان لموضوع يعني بصراحة حبيت اشاركو فيه. انا بداية اشكرك وعتواصلكم معي عن كومنز عن لايك. انا كثير مبسوط بصراحة. وكل كومنز تبعثوه انا صدقا بقرأوه. بعطي كل اهمية. بس مرات بكون مضغوطة. عدروني على التأخير. في عنا اسئلة وفي عنا استفسار من عمر حازم حبيب القلب. فانا اشكرك حازم عشان اشكرك عمر حازم عشان انت بدك تتواصل معي وتعرف بالضوط التفاصيل. واشكر كل من شارك مهندسة مرام. مروان. جبريل. عمر. يعني كلكم حبايبي. وانا بصراحة صدقا بعز الكل وبحب الكل. وما بتوانى عن خدمة اي حد فيكم. انا بكبر فيكم عن جد. وانتو يعني عائلتي داخل اليوتيوب. هذي شي بشترفني ولا. سؤال عمر. بحكيلي انا متغلب كثير في موضوع الماتيريال تبعات كورونا. فحاب نلاقي حل. ايش الحل? انه اثناء التنصيب للماتيريال هو كان مفعل علامة تأشير الصح. يعني انه نزل الماتيريال. لكن يا هل ترى نزلها في مكانها الصح? ما نزلها في مكانها الصح? فحنا نحاول مع بعض اليوم نصل لنتيجة تفيد عمر بحيث يكون مرتاح واموره طيبة ان شاء الله. فننتقل الان لبرنامج الماكس نشوف الضبط كيف ممكن نساعده بهذا السؤال. الان المشاهدة اللي عندي في ري تبتعرفوا الان بدي احاوله نستغل البرنامج تحويل اللي هي كونفيرت اللي هي في ري. اه سوري كورونا كونفيرتر. واكبس على كونفيرت لانه بعمل لي كونفيرت افريثنك. متيريال والمابس واللايس بحول ليه وعطي كونفيرت. واذا حاب الأسيتس الكورات اللي السفيرز هاي تتحول معك لكورونا كمان. اعمل ري سيت للماتيريال ادتور ماتيريال لك عليها. عشان لما تدخل عليها تكون كورونا ما تكون فيزيكال او تكون فيري. الان تم تحويل اه تقريبا ثلاث انواع ماتيريال وثمانطعشر ما تتحولوا الان. سواطعش من ثمانطعشر انا واحدة ما حولها. ننتقل الان للماتيريال ادتور او ننتقل للمكتبة الخاصة بالكورونا واحتمال يكون عمر عنده المكتبة مش شغالة. لكن انت بها بس ركز معي عمر شوي حتى تستفيد ان شاء الله. احنا اهم شيء اهم شيء المكتبة وين مكانها. لازم نعرف وين مكان المكتبة عندك على الجهاز بحيث انه انطلع انطلع السر بالضبط وين في المشكلة. اخذت متيريال روز وحبعتها مباشرة على الماتيريال ادتور. طبعا متيريال ادتور اللي حاب يعرف بالضبط وين السفيرس من حرف الاو اختصاره. هاي السفيرت اللي يتحول المباشرة لكورونا. برضو بعض الطلاب يسألون انه ليش كيف نحولهم. فهي عبارة عن كونفيرت. يعني كورونا كونفيرتر بيحوليهم من فيزيكل او فيري لكورونا. سحبنا متيريال على الماتيريال ادتور. ونطلع من البراوزر الخاص بالماتيريال. عشان ناخد مساحة روم اكثر. ونقرأ تفاصيل الصورة. هاي النقطة المهمة في الموضوع. نقرأ تفاصيلها. نروح على يميني شوين وتطلع عليها. شوف وين حاط الماتيريال مكتب الماتيريال تبعات الكورونا. حاطة في مكان معين. نحط selection على المنطقة باعت assets. ناخدها copy للادرس. ونعمله paste على اي فولدر. بالفولدر يعني بالتايتل تبعه بالاعلى. فارو على فولدر الان. وارو على الادرس وعمله في الادرس. ونشوف نشو بالضبط من هو اداني. فهو اداني داخل السي. بروغرام فايلز كورونا ماتيريال اسيتس. هذا الفايل اذا عندك في مكانه مزبوط بدون مشاكل. بتكون مشكلتك بسيطة. مشكلتك بتكون بالويندوز. مش بالفي ري ولا في الماكس ولا بالكورونا. فلازم يكون فولدر الاسيتس موجود داخل الماتيريال داخل كورونا اللي على السيه اللي على السيه. اذا كلهم موجودين في مكانهم. اول شيء اذا مش موجودين حطهم. اذا مش موجودين نحطهم عشان بلك هي مشكلة كانت انهم مش موجودين اصلا. لكن اذا موجودين وما بيشتغل معك فعليا بكون الويندوز بتمنع الماكس يصل عندهم. يعني عبارة عن سيكوروتي اشيوز. فبدك تحاول تعمل رن للماكس از ادمنستريتر. تعمل راية تكليك على الماكس. رن از ادمنستريتر. واذا ما زبطت معك ان شاء الله تزبط. اذا ما زبطت معك. اتواصل معي على المسينجر. بلك انوياك تواصلنا عن طريق برنامجة تيم فيور. ودخلت على جهازك وخدمتك فيه. وانا خدمت الكل ان شاء الله. باللي بسمح فيه وقتي ان شاء الله. واني ما اقصر عن حدا فيكم. واشكره جميعا من كل قلبي على متابعتك الي. واهتمامك في قناتي. وهذا اشي بشرفني. واستمنى ان اضلعطوه يا الله. وعاعدك بالجديد والمميز دائما وعبد. السلام عليكم ورحمة الله.